استباقا للقاء الذي يجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس النظام التركي رجب أردوغان على هامش اجتماع الناتو في بروكسي الأسبوع القادم وجه رئيس جمعية الدفاع عن الشعوب المهدد الألمانية يان ديدريكسين رسالة إلى بايدن مطالبا إياه بالضغط على أنقرة لإنهاء حربها ضد الكرد في تركيا وخارجها يان بدأ رسالته بعرض احتداءات الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية على ناحية تل رفعة وناحية شيراوة بريف عفرين المحتلة حيث تطرق إلى عدد الضحايا الأطفال الذين فقدوا حياتهم في هذه الاعتداءات مشيرا إلى أن معظمهم ممن هجروا من عفرين إبان احتلالها عام 2018 رئيس الجمعية الألمانية أوضح أن الاحتلال التركي يقوم بعملية تغيير ديمغرافي عبر تهجير من تبقى من السكان الكرد الأصليين من عفرين المحتلة مضيفا أنه تم طرد المسيحيين والإيزيدين من بلداتهم وقراهم على مرأة ومسمع العالم وطال بيان الرئيس الأمريكي بإيجاد حل سلمي للقضية الكردية منوها إلى الدول الرئيسي الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والتضحيات التي قدمتها نيابة عن العالم وفي الختام دعت الرسالة الرئيس الأمريكي لوضي حد لسياسات الاحتلال التركي ضد الكرد والمكونات الأخرى في سوريا والعراق وضمان سحب الفصائل الإرهابية من شمال سوريا ووضع حد لعمليات التهجير والتوطين القسري والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية